أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام على جديد من برنامجكم اليومية نهار تراندينج ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين الكرام طبعا اختلفت الأراء وتنوعت حول توحيد اللباس في المدارس بين مؤيدين يروي في طريقة لإزالة الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ وتحديد هويتهم وطبعا ومعارض وتزامنا مع الدخول المدرسي لسنة 2022 و2023 وفي مبادرة رائعة تستحق التشجيع والتعميم على مدارس الجزائر ليكون جميع المتمدرسين بزين واحد وهدف واحد قامت احدى المدارس الابتدائية بولاية ورغلا بوضع لباس موحد لإتلاميذ ومنحه مجانا طبعا مبادرة استحسنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والأولياء والذين تمنوا تعميمها لتشمل باقي المؤسسات التعليمية عبر كامل القطر ألو الجزائري طبعا وعلقوا عليها كتالي ملك كتبت فكرة رائعة ياريت لو تجسد الفكرة من الوزارة وتشمل الوطن كامل طبعا تعليق ثاني هاجر كتبت جميل مبادرة جيدة بالتوفيق إن شاء الله تعم هذه الفكرة في كل ولايات الوطن تعليق آخر من محمد كتب والله أفضل شيء يحدد من عقلية المعاندة والتباهي ويساوي بين الجميع تعليق آخر من مسعود الذي كتب الحل وحيد ليتخلص الأولياء من شبح الغلاء الألبسة والمآذر تعليق أم عبد الحي كتبت ما شاء الله ياريت تعمم على جميع مدارس الابتدائية وسامة كتبها ما شاء الله فكرة شابة والله كون يطبقوها كامل هكذا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرزة تعليقات بخصوص الموضوع الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني والموضوع الثاني طبعا أصبحت الهواتف النقالة لا تفارغ الأياد وجزء أساسيا في الحياة اليومية ولا يكاد أي شخص أن يستغنع عنها ولكن إذ تعلق الأمر بالتلاميذ والطلبة هنا يختلف الأمر حيث أن هناك إدارة ومؤسسات تفرض عقوبات على الطلبة بخصوص الهاتف بالمدارس طبعا وفي أندونيسي حصل أمر غير متوقع حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع فيديو يوثق ويقول فيه مسؤول بأحدى المدارس الاندونسية عقوبة شديدة على كل من يخلف قواعد إدخال الهاتف المحمولة ويظهر في هذا المقطع طاولة ووضع عليها عدد من الهواتف المحمولة المصادرة من الطلاب بينما يقف مسؤولان يحملان بأيديهما أقول مترقتين ويقومان بتكسير وتحطيم الهواتف المحمولة طبعا مشاهدين تفاوتة ودود فعل المغردين على الحقوبة فمنهم من طالب بتطبيقها في المدارس ورأى البعض أنها بالغت في الضرر ويمكن معاقبة الطالبات أو الطلبة بطريقة كانت أكثر احتراما لهم من هذه الطريقة طبعا التي في الفيديو ورصدنا لكم بعض التعليقات سليمان كذب أنا ضد هذا الأسلوب في تكسير تليفونات بهذه الطريقة كان من الأول أن يتم مصادرة أي هاتف مع أي طالب ويتم الاحتفاظ به في المدرسة لحين انتهاء الدوام الرسمي ويتم تسليمه أو إعادته لصاحبه كإجراء وقائي وبدائي وتنبيه لو بعدم إحضاره للمدرسة لكن إن تكرر يتم التعامل معه بهذه الطريقة تعليق آخر عن إنستغرام كتبت أحببت الفكرة رائعة والله من يوم ما دخل الهاتف في البيوت والمدارس انتشر الفساد تعليق آخر كتبت التربية والنجأة الحقيقية الخطأ يقع على أهالي الطلاب من سوء تربيتهم لأبنائهم يستهلوا ما جرى لهم المدرسة مكان للتعليم وليس للترفي يجب تربية الأبناء وتذكيرهم على احترام الأنظمة التعليمية منذ صغر حتى يعتهدوا على اتباعها والعمل بها تغريدة عبدالله على الموضوع أو على الفيديو كتب لماذا هذا العنف والخصوة في تربية الأبناء هذا ما يعلم الأبناء العنف وأخذ ما يظنون أنهم حقهم بالقوة كان مفروض مصادرة هذه الهواتف صباحا وإرجحها لهم في آخر اليوم وتحضير من تكرار جلبها للمدرسة ومصادرتها نهائيا إن تكرر الأمر تعليق آخر كتب هذا السلوك غير حضاري ويجب على أولياء الأمور المقاضات إدارة المدرسة بخصوص الخسائر التي كبت جراء فقدان أطفالهم أجهزتهم لأنها كلفتهم أموالا باهضة كان يجب على إدارة المدرسة على إدارة المدرسة وتسليمهم تليفونات أطفالهم أو أطفالهم تغريد أو تعليق آخر كتب هذا الصح تفل في هذا العمر يجب عليه أحترام العلم والمعلم إذن مشاهدين أصار كتبت تصرف صحيح همهم رحيني الدرس اللي يستخدموا تليفونات ما يضيع الجيل غير في التليفونات والدلع الزائد مشاهدين كانت هذه أيضا أبرز التعليقات بخصوص الموضوع الثاني ننتقل إلى هاشتاغ الأخير زلزال المكسيك طبعا تزامنا مع ذكر زلزالين مضامرين وقع عامي 1985 ومائة وخمسة وتمانون وألفين وسبعة عشر مفاجأة صادمة في نفس اليوم زلزال آخر يضرب والمكسيك في نفس اليوم الزلزال طبعا خلف الرعب في نفوس عدد كبير من السكان مذكرا أو معيد للأذهان المآسي التي ما زال الكثيرون في العاصمة المكسيكية لم يتجاوزوا صدمتها طبعا وتناول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية فيديوهات أثناء وبعد وقوع الزلزال توضح الهلع والخوف الذي أصاب الكثيرين وجعلهم يهرعون إلى الشوارع والآن مشاهدين إلى التعليقات تعليق أول أو الأول كتب لحول ولا قوة إلا بالله البارح في تيوان اليوم المكسيك والقادم أعظم تعليق أثناء كتب نشاط زلزال عنيف يضرب كثير من مناطق العالم وشحن مقيف داخل طبقات الأرض وسط ضعف للغلاف المغناطيسي للأرض وتوقع بمزيد من الزلازل المندمرة حول العالم نسأل الله السلامة تعليق أخير كتبات طلعنا من كوارد كورونا والحرائق وما خلفه الصيف والآن نحن في استقبال الخريف بالزلازل ومع دخول الشتاء فيضنات وبركين والعلم عند الله اللهم إنا نسألك اللطف بالعباد إذن مشاهدين كانت هذه أبرز التعليقات وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينك شكرا لكم